اشتركوا في القناة الوحدة التاسعة النهاردة هنتكلم في الدرس الخامس والسادس عن موضوع اللي هو رايتنج انتو عارفين رايتنج دي من ضمن المهارات الاساسية في تعلم اللغة الانجليزية يعني طالما احنا نعرف نتكلم ونعرف نسمع ونعرف نقرأ لازم نعرف كمان ايه نكتب الكتابة مهمة جدا والنهاردة ان شاء الله في الدرس بتاعنا النهاردة هنتعلم ازاي نكتب حاجة اسمها invitation او دعوة وهنتعلم مع بعض ان شاء الله الطريق ازاي كتابنا connect يلا بينا نبدأ على بركة الله ونشوف ايه هو اللي موجود في هذا الدرس قبل ما نبدأ اذكركم واذكر حضراتكم بتكرم علينا بعمل subscribe او عمل انضمام للقناة عشان ان شاء الله كده ايه نبزل كل ما بوسعنا ان شاء الله عشان نرضيكم ونرضي ابنائنا ونوفر لهم كل حاجة هم ما عايزينها ان شاء الله نرجو الاشتراك ويلا بينا على بركة الله ونشوف الدرس بتاعنا اوكي listen number five and number six من الوحدة التاسعة زي ما احنا شايفين بيتكلم عن مهارة writing الكتابة واحنا جايا من الفعل write بمعنى يكتب واتفاجنا ان احنا اي كلمة مبدوئة بwr طبعا حرف الw بيقبأ هنا ايه silent يعني لا ينطق فهنا writing باضافة ing معناها الكتابة الكتابة طب يا طرح هنكتب حاجة اسمها invitation invitation يعني دعوة قد تدعو زميلك قد تدعو اصحابك الى مثلا عيد ميلاد او حفل زواج او دعوة تكريم مثلا دي بنسميها invitation اسمها invitation خلي بالك من المقطع شن دا دايما طبعا هو ايه popular يعني معروف بالنسبة لنا بيقول لي to write an invitation لكتابة دعوة هنحتاج ايه we need او you need to have this information يعني لما تيجي تكتب invitation دعوة لازم تتوفر عندك الاسئلة الخامسة دولا اللي احنا من خلال الاجابة عليهم هنكون ايه هنكون ايه الدعوة ال invitation بالشكل الجميل اللي انت عارفوا دا وطبعا ال invitation انتو عارفينها في حفل الزفاف بشكلها جميل كده اوكي يا طرأ ايه هي الاسئلة المطلوب اجاوب عليها عشان اكتب invitation جميلة اول سؤال خلي بالك من ادوات الاستفهام وبكرر اهو مهم تعرف ادوات الاستفهام ايه لو معرفت الادات الاستفهام هنا يقبل السؤال بالنسبة لك ضاع why are you having the party يعني لماذا تقيم الحفلة ليه انت عام الحفلة why السبب لماذا why are you having the party تقوله السبب يعني انا عندي حفلة زفاف عندي عيد ميلاد لماذا تقيم الحفلة السؤال التاني اللي هنجوب عليه اللي هو where هنتكلم عن المكان where is the party هتقوله مكان الحفلة فين وملها يروح ازاي لازم يقبل اين مكان الحفلة تقوله له في ال invitation طيب ايه تاني number three when اه بنسأل بها عن الوقت او الزمن when is the party اعرفنا المكان فين ولازم نعرف زمن الحفلة او الدعوة دي هيكون امتى number four how many people are coming ممكن تقوله عدد الناس اللي جاي تقوله الحفلة مثلا ده كبيرة وضخمة الحفلة على قدها الحفلة احنا واصدقائنا وقريبنا بس يعني تقوله كم شخص يعني هيجي سؤال الاخير do you want guests to bring anything هل تود ان الضيوف يحضروا حاجة معهم طبعا الموضوع دي احنا بالنسبة لنا مش شائع ولكن في بعض الدول في ناس لا ترغب ان الضيوف تحضر حاجة معهم يعني ما يحبوش يستقبلوا هدايا لا هو انت تيجي على كده من غير هدايا لا انت عايزهم يجوا هدايا طبعا برضو ممكن تقولهم يعني اذا كان انت عايز anything هدايا يجبوها لك ولا لا ممكن تقول يعني في الدعوة يعني مثلا الهدايا مقبولة عايز تقولهم الهدايا مقبولة تعالوا نقرأ الاسئلة دي تاني عشان نأكل عليها لما نيجي نكتب دعوة تكون الاسئلة دي في دماغنا why are you having the party number two where is the party three when is the party four how many people are coming السؤال الخامس do you want guests to bring anything لو جوبنا على الاسئلة الخامسة دولة اضمن انك انت كتبت invitation 100 طب تعالوا نشوف مثال كده على الكلام ده موجهة دعوة الى مين dear my friend صديقي dear يعني عزيزي my friend صديقي اهو بيقول له i'm having a birthday party انا عندي حفلة عيد ميلان i'm having a birthday party امت كما هو اقول له امت هو next friday طب فين يا سيدي at my house هو جاوب على الاسئلة التلاتة دولة okay the party will start الحفلة هتبدأه تمام at 8 pm يعني تمانية مساء we'll eat and drink وهناكل فيها وهنشرب we'll play video games وهنلعب video games ten of our friends will come اللي هيجوا من اصدقائنا عشرة مش كتير تعالونا راها كلهم كرر معايا يلا dear my friend i'm having a birthday party next friday at my house the party will start at 8 pm we'll eat and drink we'll play video games ten of our friends welcome طبعا في نهاية الرسالة بنحط الحروف دي اللي هي rsvp طبعا هي اختصار لكلمة فرنسية مكتوبة ايه ribbon day silvoplay silvoplay ribbon day silvoplay معناها please reply يعني من فضلك رد علينا please reply reply يعني يا رد please من فضلك بنختصرها ب r و s v p ribbon day silvoplay ok very good يلا نكمل مع بعض let's go to the next page ok كده الاكتيفتي كل المطلوب فيها ان احنا ازاي نكتب دعوة زي ما تعلمنا اهو من خلال الاسئلة نجاوب عليها وبعد كده نكون الانفتيشن تعالوا نشوفوا الاكتيفتيز read and complete the text with words in the box عندينا اهو كلمات في الباكس بصندوق games fun house birthday وعايزين نشوف الفراغات دي عايزة كلمة من الكلمة دي i'm having a party next Saturday يعني ترى ايه الكلمة المناسبة نحطها هنا طبعا الكلمة اللي هي birthday party يعني انا عندي حفلة عيد ميلان the party will be at my هتكون فين at my house بالضبط كده it will start at 4 pm وهتيبدأ الساعة 4 بعد الظهر it will be هيكون طبعا ايه fun هيكون فيه متعة وهنستمتع مع بعضين ok number two read the text اقرأ النص read the text and write t for true and if for false وهنكتب بس احط على مصح وخطأ يعني the invitation it's my sister's birthday party إنه عيد ميلاد مين my sister good please come to the party من فضلك شرفنا للحفلة تعالا للحفلة the party will be on thursday هتكون الحفلة يومي الخميس 12th of august يعني 12-8 from 3 pm to 5 pm يعني من الساعة 3 للساعة 5 يعني ساعتين على قدهم حفلة عيد ميلاد عدية يعني it will be at my house مكانها فين at my house the address العنوان is 12 dean road طريق دين next to the library بالقرب منه المكتبة I hope you will come أتمنى ويسعدنا إنك أنت تيكي دي الرسالة أو دي ال invitation بالتحديد number one نشوف it's my brother's birthday party هي قومة اللي بتقولي بتقولي إنه الحفلة الميلاد بتاعت مين my brothers لكن هي في الأصل بتاعت مين my sister فالإجابة طبعا false okay number two the party will be on friday هتكون يومي friday الجمعة هو مكتوب كده في ال invitation لا مكتوب إيه thursday الخميس يقبل إجابة برضو false number three it will be at my house هتكون في بيتي فعلا كاتبه at my house يقبل الجملة إيه true four this is an invitation دي عبارة عن دعوة طبعا دي invitation لإجابة true good number three reorder أعد ترتيب the words الكلمات to make correct sentences having party I'm a birthday I'm I'm having a birthday party good أنا عندي حفلة عيد ميلاد number two come to party please my يعني من فضلك تعال الحفلتي please please أهي ما أقول أفو أهي 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 شابينها okay please come to my party good be it fun well هي هتكون حاجة ممتعة يبأت well be fun very good أحسن let's go to the next page نكمل number four is where party ذا يعني فين الحفلة يبأت أين تكون الحفلة ترجم كده بالعربي اللي بقوله كده أين تكون الحفلة where is the party very good number five you the party why are having يعني أنت تقيم حفلة ليه بواي are you having a party good number four write an invitation اكتب دعوة زي اللي شفناها في الأول to your friend about عن your brother's wedding party هتكتب له عن حفل زفاف أخوك your brother's wedding party يابيننا طبعا كلمات عنديني park منتزى third july eat and drink play هو كتب لك park يعني ممكن تقول له احنا بنعمل الحفلة فين in the park في الحديقة العامة لكن أنت برحتك يعني عايز تكتب park good مش عايز برحتك ممكن تكتب at my house لأن هنا جايب لك guiding words كلمات بتعينك أو بتساعدك أو بترشدك يعني تستعين بيها كان به ما تستستعينيش it's up to you يعني حاجة تركع لك هذه حفلة زفاف أخوه طبعا أنا كتب تلكم موضوع تعالى نشوفهم أبعاد كلا dear my friend it's my brother's wedding party عيد زفاف مين أو حفل زفاف أخويا please come to the party من فضلك شرفنا the party will be on third july هتكون في الثالث من شهر يوليو it will be at my house أو بمكن تقول my house أو it will be at the park لو أنتعيز we will eat هنا أقول بمعنى سوفا we will eat and drink we will play games سوفا نلعب ألعب I hope you will come أتمنى إنك إنت أعيتي very good number five punctuate the following sentence دي التحرية بتاعتنا ما تنسوهاش تعالوا نحل بها إيه المطلوب البنك تويشن هنا زي ما أنتوا شابين برافو عليكم إيه المطلوب إنه W في أول الجملة capital وعندي اسم علم اسم شخص capital O عمر وعندي question mark لأن ده سؤال what are you celebrating عمر إنت بتحتفل بإيه يا عمر وبكده نكون إحنا خلصنا الوحدة التاسعة unit 9 وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من خلال عرضنا للفيديوهات اللي شرحنا فيها الدروس الخاصة بالوحدة التاسعة thank you so much for watching I hope to see you next time إن شاء الله أتمنى أن أراكم على خير في الدرس الأولاني والفيديو الأولاني من الوحدة العاشرة thank you so much and goodbye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة